تحياتي طبعاً للكابتن مصطفى عبدو والكابتن إسلام الشاطر أتمنى للكابتن مصطفى التوفيق في البرنامج وطبعاً وفي بيته وقناة النادي الأهلي طبعاً للكابتن إسلام من خبرات كبيرة جداً جداً بالنسبة لي اللي أنا تشرفت أن أنا كنت موجود معها استفدت منه كتير جداً طبعاً يمكن كان الكابتن إسلام في الوقت ده يمكن تقريباً كان أفضل بقريت في مصر في الوقت ده كانت حاجة كبيرة جداً جداً بالنسبة لي أن أنا أبقى في وجهة أو في مكان تنافس معي لمصلحة النادي الأهلي تعلمت منه كتير جداً جداً كابتن إسلام كان على المستوى الشخصي كان دائماً بيساعدنا كتير جداً من خبراته وبيدهاننا يمكن لوحك كان سعيد جداً بالجيل الزهب اللي كان موجود اللي قدرنا نحقق بطولات الحمد لله وتاريخ كبير للنادي الأهلي يمكن في الفترة دي كمان موضوع كان بالنسبة لي صعب جداً أنك تيجي النادي الأهلي وموجود اسم كبير زي كابتن إسلام الشاطر لكن خلال الفترة دي الواحد ما حسش أبداً بالعكس يعني ما حسش بالموضوع ده خالص كلنا كنا نحب بعض بشكل كبير جداً حب كان موجود بيننا يمكن الفترة دي كنت أنا موجود فيها وكابتن إسلام موجود وكابتن محمد عبد الله موجود وبعد كده جاء أحمد عادل وبعد كده أحمد فتحي كلها طبعاً لعيبة كبيرة جداً في المركز ده فطبعاً الكابتن الإسلام كمان على المستوى الشخصي ما كانش بحسسنا أبداً بالعكس التنافس كله كان بمصلحة الفرع فسعيك جداً للفترة دي وسعيك جداً أن أنا أتعلم في الكابتن الإسلام كتير قوي بتمنى له التوفيق وإمكان هو يستحق كمان الوزيشن ده لأنه الكابتن الإسلام كمان اللي كان يميزه على الناس كتير جداً بالنسبة لي أنه هو ما شاء الله يعني بيفكر كواس قوي لمستقبل يمكن عشان كده ما وصلش أكيد للمكان أنه يتواجد في الرئاسة القناة كبيرة زي قناة النادي الأهلي بسهولة أكيد تعب جداً وأكيد يشتغل على نفسه كتير جداً في المجال ده في الوزيشن ده كلنا كلنا كلعبة كورة بعد ما بنخلص مجال الكورة بقى في ناس كتير جداً عندها توجهات اللي بيشتغل في مجال التدريب واليشتغل في مجال الإعلام يمكن الكابتن الإسلام خد الخطوة دي وهو موفق فيها جداً وإمكان من ناس اللي من وجهة نظري موازة جداً جداً كمان في المجال الإعلامي بتمنيره التوفيق وإمكان أنا كمان على تواصل دائم على إنه من الشخصات اللي أنا باستفاد منها كتير جداً حتى بعيدا عن الكورة بتمنيره التوفيق إن شاء الله وإن شاء الله من مزيد للنجاح للنجاح لنجاح لكابتن الإسلام وبحشن كتير جداً وبالتوفيق دايماً إن شاء الله أنا عندي تأرير دا أنا عندي كل الكلام دا كله تأرير طباً بس أحمد أحمد برضو يا كابتن معلش أحمد من الناس المحترمة جداً جداً وفعلاً أنا هتواصل دائم معاه تمناله يا رب كل التوفيق وأحمد خلي بالك من المديرين الفنيين القادمين بقوة والله آه زكي جداً 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 فترة اللي لأيب معناك كان كل ما بينزل يا كابتن يبيعمل جون يبيجيب جون بسم الله من شاء الله عليه فكان واحد من الناس اللي بيقرى الملعب كويس يعني هايل ورائع وسريع وقوي وكل حاجة شوف ما يبانش عليه لكن بسم الله من شاء الله كان واحد من البكات رايت اللي يعني كان مؤثر جداً حتى لو ما لقبش ما تشك كتير ولكن كان مؤثر جداً الفترات اللي بيلعبها الفترات اللي بيلعبها بصراحة